بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم السبت برنامجه التدريبي ضمن معسكره الخارجي بالعاصمة القطرية الدوحة وخصص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن من السيني برنامج اليوم لتنفيذ تدريبين للإطالة وتقوية اللياقة وكان منتخبنا الوطني قد وصل اليوم إلى الدوحة لاستكمال برنامج الإعداد لتصفيات آسيا دون 23 عاما الذي بدأه بمحافظة الخبر بالمملكة العربية السعودية عقب مشاركته الناجحة في بطولة غرب آسيا وتجرى الترتيبات لعقد مباراة تقريبية للأحمر الأولمبي بالدوحة وخضع طاقا بعثة منتخبنا للمسحة الطبية الخاص بكوفيد 19 فيما عقدت قيادة البعثة اجتماعا لها بالدوحة بحضور الجهاز الإداري والفني والطبي والإعلامي تم خلاله اعتماد برنامج المعسكر والتحضير الجيد لإنجاح مهمة المنتخب والجهاز الفني من قبل الفريق المصاحب للمنتخب والتأكيد على توفير الأجواء المرائمة لإنجاح المهمة القادمة وتشريف اليمن ويواجه منتخبنا الأولمبي يوم 25 أكتوبر نظيره القطري ويوم 28 أكتوبر المنتخب السوري ويوم 31 نظيره السيرلانكي هذا وقد استبعد مدرب المنتخب الوطني الكابتن أمين السينيني لاعبين من تشكيلة المنتخب وهما لاعب خط الهجوم الكابتن أحمد ماهر لاعب نادي تلال عدن واللاعب الذي صال وجال مع منتخب الشباب لكنه حقيقة لم يظهر بالمستوى الجيد مع المنتخب الأولمبي ولم يستطع أن يقدم أداء مشرف ومباراة بطولية وهذا وتم استبعاد أيضا اللاعب عبد السلام الشعيبي من تشكيلة المنتخب وعبد السلام كان يلعب لنادي شمسان أيضا عدن ويسعدني ويشرفني قراءة آراءكم وتعليقاتكم لمعرفة وجهة نظركم عن مدى صوابية قرار مدرب المنتخب أمين السينيني في استبعاد اللاعبين أحمد ماهر وعبد السلام الشعيبي وبالتوفيق لمنتخبنا سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة